موسيقى وزارة مالية تعلن زيادة الاقبال على منافذ الضريبة العطارية بالخزانة العامة لتقديم الاقرارات البنك الدولي وصندوق النقد يؤكدان ان السودان بات مؤهلا للإعفاء من ديونه الخارجية صندوق النقد الدولي يؤكد ان رؤوس اموال بنوك منطقة اليورو كافية لتجاوز صدمة جائحة كورونا نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم على شاشة النيل اهلا بكم ذكرت وزارة مالية ان منافذ الضريبة العقارية بمبنى مصلحة الخزانة العامة بالقاهرة شهدت اقبالا ملحوظا من المواطنين يتذلك من اجل تقديم اقرارات الضريبة العقارية والاستعلام عن قيمتها وسدادها خلال الايام الماضية خاصة ان نهاية مارس الحالي اخر موعد لتلقي هذه الاقرارات وضفت الوزارة انه تم تخصيص منفذين للخزينة وثلاثة منافذ للاستعلام وخمسة منافذ لتقديم الاقرارات بما يصهم في تقليل الزحام وتطبيق الاقراءات الاحترازية قررت مصلحة الضراب المصرية اليوم قيام كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسط الممولين ومركز كبار المهن الحرة بالعمل في موعيد العمل الرسمية وذكرت المصلحة ان هذه المراكز تفتح ابوابها لتقديم الدعم الفني لكافة الممولين ليس فقط للممولي تلك المركز الثلاثة ولكن لكافة الممولين في مختلف المدريات في مختلف المأموريات الضريبية ممن يرغبون في تلقي المساعدة لتقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا واشرعت مصلحة الضرائب الى ان ذلك يأتي حرصا على التيسير على الممولين خلال موسم الاقرارات الضريبية سواء من الاشخاص الطبيعيين او الشركات او كبار الممولين اكد رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك ان سداد متأخرات السودان لدى المنك الدولي يعتبر البداية الفعلية لازالة عبء الديون الخارجية من جهتها اعلانت الولايات المتحدة انها قدمت مساعدات مالية للسودان باكتر من مليار دولار وذلك لمساهمة في تمكين البلاد من تزديد متأخرات مستحقة عليها للبنك الدولي هذا وقد اصدر صندوق النقد والبنك الدولي بيانا مشتركا جاء فيه ان تزديد المتأخرات سيمكن الخرطوم من اعادة مشاركتها الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعدما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع وتمهيد الطريق اما بالبلاد للوصول الى ما يقرب من ملياري دولار من منح من المؤسسات الدولية وفي اسواق المال الاوروبية انهت الاسهم من اسبوع قرب على مستوياتها على الاطلاق حيث جاءت اسهم شركات التعديم في الصدارة مع تجاهل المتثمرين لمخاوف حيال موجة ثالثة من الاصابات بفيروس كورونا وارتفع مؤشر ستوك ستمائة الاوروبي بنسبة ثمانية من عشر في المائة وهو ما ضمن له تسجيل رابع مكسب اسبوعي على التوالي ليكون على بعد سبع نقاط من ذروته وجاءت الدفعة الاخبر للمؤشر من اسهم شركات التعديم والنفط والغاز بينما تكبدت قطاعات دفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق خسائر طفيفة والى وولد ستريت حيث ربح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 ودوجونس في موجة ارتفاع واسعة النطاق واغلق المؤشر نازدك على ارتفاع مع تقدم اسهم ذات شعبية اقل في قطاع التكنولوجيا لكن المؤشر المجمع سجل ثاني خسائره الاسبوعية على التوالي وصعد المؤشر دوجونس الصناعي بنحو 453.4 من 10 من النقطة بما يعادل نسبة 31.39 من 100% واغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع بنحو 65.2 من 100 من النقطة وذلك بنسبة 61.6 من 100% وعلى اساس اسبوعي تقدم ستاندرد اند بورز بنحو 61.6 من 10% وربح الداو نسبة 41.4 من 10% وخاسر نازدك نسبة 6 من 10% وفي اسواق بترول العالمية ارتفعت اسعار النفط باكتر من 4% وارتفع خام برينت بنحو 62.2 من 100 دولار بما يعادل نسبة 4.2 من 10% ليبلغ سعر السعر عند التسوية 64.57 من 100 دولار للبرميل وصعد خام غرب تكساس الوسيط الامريكي بنحو 42.41 من 100 دولار اي 41.1% لتجري تسويته عند 60.97 من 100 دولار للبرميل وزاد برينت بنسبة 1 من 10% على مدار اسبوع الماضي منما تراجع غرب تكساس الوسيط بنسبة 7 من 10% وهي ثالث خسارة اسبوعية على التواليد اعلنت شركة جازبروم الروسية ان مشروع السيل الشمالي سالب 2 سيكتمل هذا العام ويهدف لمد انبوبي غاز من روسيا الى المانيا عبر قاع بحر بلطيق لافتن الى ان نسبة تنفيذ بلغت من 90% الى 92% وقعت موسكو وكييف في نهاية ديسمبر 2019 حزمة من الاتفاقات بشأن استمرار نقل الغاز الروسي عبر اوكرانيا حيث تم برامو عقد مدته خمس سنوات وبموجب العقد تضمع جازبروم الروسية ضخ نحو 65 مليار متر مكعب في 2020 وعشرين واربعين مليار متر مكعب في السنوات الاربعة التالية ترجعت واردات المانيا من النفط الخام بالنسبة 14.4% في يناير على اساس سنوي حيث اضرت جائحة كورونا ومرتبطة بها من اجراءات اغلاق بالنشاط الصناعي وافدت احصائيات من المكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية والرقابة على التصدير ان كميات النفط انخفضت لتصل الى 6.5 مليون طن من 7.6 مليون طن في الفترة نفسها من العام 2019 وسهمت روسيا بنسبة 33.8% من واردات المانيا من النفط في تلك الفترة وتلها بحر الشمال البريطاني والنرويجي بنسبة 23.7% اظهر مسح ان ثقة الشركات الالمانية بلغت اعلى مستوياتها في قرابة عامين في مارس حيث ابقت زيادة الطلب على السلع المصنعة في اكبر اقتصاد في اوروبا في حالة من النشاط خلال ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا وقيود العز العام واوضح معد ايفو ان مؤشره لمناخ الاعمال ارتفع الى 96.6 من النقطة وهي اعلى قراءة منذ يونيو 2019 واضف ايفو ان الطلب المرتفع على السلع الالمانية يشير الى انتعاش في قطاع الصناعي حيث سجل التفاؤل اعلى مستوياته منذ نوفمبر 2010 اعنات وزارة المالية البريطانية ان بريطانيا والاتحاد الاوروبي توصل الاتفاق للتعاون بين الجهات التنظيمية المالية بعد خروج البلاد من التكتل واضحت الوزارة في بيان ان هناك حاجة لاتخاذ خطوات رسمية على كلا الجانبين قبل ان يتسنى توقيع مذكرة تفاهم لكن من المتوقع انه يمكن تحقيق ذلك سريعا افدى صندوق النقطة الدولي ان بنوك منطقة اليورو تملك رؤوس اموال كافية لتجاوز تأثير جائحة كورونا وتمويل التعافي الاقتصادي وذلك على الرغم من انكشافها بشدة على قطاعات شديدة التضرر من الفيروس واوضح الصندوق انه استنادا الى توقعاته الصادرة في يناير 2021 فان البنوك في منطقة اليورو ستظل متينة بصفة عامة في مواجهة الركود الكبير في 2020 والتعافي الجزئي هذا العام وتوقع الصندوق انخفاض النسبة الكلية لرأس المال من 14.7% الى 13.1% بحلول نهاية 2021 اذا ما استمرت سياسات الدعم ترجعت الليرة التركية الى ثمانية وتسعة من مئة مقابل الدولار في الوقت الذي ما زال فيه المستثمرون يشعرون بالقلق زاء اقالة مفاجئة لمحافظة البنك المركزي ونزلت الليرة بما يصل الى واحد وتسعة من عشرة في المائة في مقابل العملة الامريكية وخسرت العملة ما يزيد عن عشرة في المائة من قيمتها منذ نهاية الاسبوع الماضي وصلنا الى ختام نشرتنا الاقتصادية المفصلة بكت تدجرة بابرز مجاة فيها وزارة مالية تعلن زيادة الاقبال على منافذ الضريبة العقارية بالخزانة العامة لتقديم الاقرارات والبنك الدولي وصندوق النقد يؤكدان ان السودان بات مؤهلا للإعفاء من ديونه الخارجية صندوق النقد الدولي يؤكد ان رؤوس اموال بنوك منطقة اليورو كافية لتجاوز صدمة جائحة كورونا تات نشرتنا دمتم في امان الله